حللنا الفني الرائع كالعادة إسلام سامي للكلام أو الحديث عن مواجهتين مواجهة قوية جدا بين الزمالك وبرامتز وأخرى أيضا بين الأهل والاتحاد إسلام مشرف ومنور كالعادة دايما مبسوط وانت معايا ربنا خليك زكا كيمو أخبرك إيه؟ أنا المبسوط أن ننا معاك على طول الله قابل بقى الأهل والزمالك والاتحاد وبرامتز والكلام المحلي العظيم جدا اللي شفناه مبارح كان فيه مواجهة كبيرة جدا بين ريال مادريد وتشيلسي كريم بنزيمة ينفجر ينفجر على طول رائع هاتريك رائع جدا والنحية الثانية أداء غريب جدا من تشيلسي هذا الموسم مش بتكلم عن مباراة دي بس الموسم كله فيه نتائج مفاجأة بعد لقب دول الأبطال نتائج مفاجأة كبيرة لتشيلسي وكريم بنزيمة متواهج بصة أنا هاخد من كلامك الأول ونتكلم عن ريال مادريد سريعا وبعدين نروح لبنزيمة ريال مادريد عنده حاجة غريبة في الـ D&A بتاع الفريق لما بيروح دوري أبطال أوروبا فريق بيتحول تماما حتى ريال مادريد هو ماشي كويس جدا في الدوري السندي على غير مكان الناس الأول متوقعة بيقع أعقاف ماتش برشلونة عنده مشاكل بتحصل في الدوري ولكن بيجي عن دوري الأبطال فرقة تانية خالص فريق كبير فريق عنده شخصية فريق كريم بيمتلك واحد من أهم اللعيبة في العالم السندي كريم بنزيمة هو طبعا أهم لعبة ريال مادريد على مدار السنين حتى من قبل ما كريستاني ويمشي لكن ما كانش ظاهر زي ما هو ظاهر دلوقت كريم بنزيمة هو اللي بياخد ريال مادريد زي ما بيقوله كده على كتفه ويمشي مع احترامنا لفينيس الجونيور مع لوكا مودريدش مع كورتوا ولكن بنزيمة خلي بالك ده تاني هاتريك على التوالي في دوري الأبطال هاتريك في الرومونتاد قدام PSG وهترك النهاردة في ستانفورد ريج بره الملعب فالراجل جاي بستة جوان في ماتشين وستة جوان بينقلوا الفريق بقى إيه انت النهاردة من دور السستاشر للتمانية من دور التمانية بتقرب وبتحط ريالك في سيمي فاينال دوري أبطال أوروبا فبالتالي اللي هو بيعمله والزكاء ان هو مش مجرد المهاجم اللي بتحرك جوه لسندوق لانه مهاجم بنزل تحت وبالفريق بيطلع علي في التحولات الهجومية بروح على الأجناب بروح يمين بروح الشمال بقولك دايما لو روحت شفت الهيت ماب والخريطة الحرية الكريم بنزيمة هاتليه بتحرك هنا بتحرك هنا بتحرك هنا بتحرك هنا بتحرك هنا بتحرك كل حتة صح فعلا يعني لعب مثالي وكمان الفنش يا كريم فكرة جودة انهاء الهجمة كرة الجول الأول ان هو بدأ الهجمة وراحه وتوجيهة الرأس دي بتاعت كريم بنزيمة حاجة غير عادية كرة الجيلة كيات حيث ان هو نزل براسه لتحت ومرجح راسه فالكرة تروح في الزاوية دي فالحقيقة كريم بنزيمة موسم استثنائي وهو النجم الاول في ريال مدريد طول الموسم بصراحة حتى غيابه في ماتش برشلونة كان مؤثر جدا 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 للفريق على كل الأسعيط شلسي بص شلسي في حاجة غريبة يعني خلاني نقول ان شلسي اصلا بيمر بظروف غريبة موضوع بيئة النادي وموضوع إبراهاموفيتش وموضوع عن لعيبة كتير بتتصاب عند تخل ولكن هو محتفظ بالمركز التالت بنسبة كبيرة في الدوري فكان أمله الأخير هو الشامبينز ليج اللي بيحصل مع تشلسي ده غريب جدا الفريق مهزوز الفريق عنده مشاكل الفريق حط بوجت كبيرة جدا في لوكاكو ولوكاكو في نص الموسم تحصير حات غريبة فبالتالي ما بقاش عنده الفرايتي اللي كان موجود لوكاكو ده كان الصفقة اللي بتقول هتكمل بيها كواد تشلسي فبالتالي ما بقاش متواجد ولكن الفريق عنده مشاكل دفعية كتيرة جدا الفريق عنده مشاكل متبقاش فيها ما وإيه اللي بيحصل روديجر غريب قوي بقاله فترة مستوى متراجعة جدا حتى ميندي من ساعة ما راجع من كاس الأمم برضو عنده مشاكل كبيرة جدا حقيقة يعني كل شعب المصري يعني كل اللي اتفرج على المطش مبارح افتكر الكورة بتاعت ميندي دي وقال لك وانت ما عملتش كده ليه في مطشطنا ولكن ميندي نفسه مهزوز شيلسي محتاج عدد حاجات كتير